الوقت من أول السماء تعني أربع أمور مبدئيا واحد رب السماء اثنين أولاد أو عائلة السماء نحن تالتا السماء نفسها ورابعا ماذا سنفتقد أو غير موجود في السماء أو من لم يذهب إلى السماء وأبدأ بالأولى لأنها الأهم لأنه رب السماء أهم بكتير من التفاصيل الأخرى التي لا نستهم بها مثلا بقول بمزمور 17-15 قال أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك أول حقيقة أننا سنراه لأن الله بالنسبة لنا في الكتاب لم يعود إليه الخالق القدوس البعيد لخلق هؤلاء الناس على هذه الذرة اللي اسمها كوكب الأرض ونحن ذرات عليها بل هو إله شخصي لنا وحين علمنا أن نصلي علمنا أن نصلي أبانا الذي في السموات كلمة الله الآب موجودة في الأربع نجيل 174 مرة وكلها من تعليم المسيح الآب 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 حين تصلي في الخفاء أبوك يراك أو يسمع حين تعطي صدقة أبوك الذي الخفاء يرى صدقتك أطلبوا من الآب الآب نفسه يحبكم قال طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله بمتى خمسة ثمانية إذا هو الله الآب أو الأب بالعربي الدير فإذا ماذا نحو نسبي له نحن أولاده وهذه النقطة الثانية قال وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم فرصة أعطاهم ربما لعلهم وإن شاء الله لا بالكتاب ما في كل التعبير اللي فيها حالة التمني بيتكلم عن اليقين عن التأكيد أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي مش المسيحيين المعمدين أي المؤمنون باسمي موضوع إيماني إيمان شخصي بعلاقتنا مع الله فإذا أهمية الحياة مع الله هي هو ونحن علاقتنا مع بعضنا البعض الله أراد من الإنسان ومن البشر أن يكونوا أولاده وعائلته كان ينظر الله يتمشى مع آدم في الجنة ولما نخلص في الحياة الأبدية لن نرجع إلى الجنة التي كانت في جنة عدن في الأرض ولكن سنذهب إلى فردوس السماوي الجنة السماوية أو الحياة الأبدية معه فإذا أهمية السماوية هي عائلة مع أبيها أيها لازم هيك نبلش نفكر العلاقة معه نكون معه نكون مثله يكون عندنا فالوشب شركة معه قالوا عبيده يخدمونه فإذا هي العلاقة في مكان ما بين الآب السماوي وبشر ترابيين أرضيين أخطأوا عوجوا المستقيم افتداهم الله آمنوا به وضعوا كل ثقتهم به وسيرثون معه الحياة الأبدية سيبقى الله وسنبقى بشر لنصير آلهة في البعض بيظنه رح نصير آلهة ولكن سنتشارك معه في مجده ونحيا معه إلى أبد الأبدين البعض بيظنه أن السماء هي مكان ممل هي مكان ممل لمن لا يحب الله يعني لو أنت رحت تزور شخص لا سمح الله لا تحبه ولا يحبك أي شيء تعمل هناك سيكون مملك لكن إذا في شخص بالنسبة لك أهما في الوجود وبالآخر ترى أخي الحبيب بعض الناس الذين يشيخون مع بعضهم أزواج زوج وزوجي بقعدين في مكان فقير أو بمكان للمتقاعدين سينير هوم وما بقى فيه لا جمال ولا شهوة وممنوعين عن نص الأكل لكن إذا واحد منهم غاب الثاني بيشعر وكأنه تاه وضاع ما الذي يجمع هذين العجوزين اللذين لو عندهم خيرات الأرض لا يستطيعون تمتع بها سماع خف ونظر خف وما بيقدر يهضم الأكل هو الشخص هو الشخص فإذن السماء هي مكان فرح والسماء مكان بهجي ومكان رجاء لأننا موجودين في حضرته أي شيء يريده لنا نحن تحت أمره وعنه منعرف أن الله ليس ممل انظر إلى الفرشاية انظر إلى طيور السماء انظر إلى زنابق الحقل تدرك أن وراء هذه الخليقة الرائعة إله رائع وخالق رائع فإذا كان في الأرض الملعونة توجد هذه الأمور الجميلة انظر إلى طفل انظر إلى قطة صغيرة تلعب انظر فكان بالحري في المجد السماوي هل يمكن الله يبدع في الأرض أكثر مما يبدع في السماء لنا لخليقته نقطة ثالثة في غاية الأهمية قال سنكون مثله وقول فإن سيرتنا نحن سيرتنا مواطنيتنا هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا الجسد الترابي الذي يشيخ ويموت ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخدع لنفسه كل شيء نحن ربما لنا هذا أمر مستحيل كيف إنسان مات وأكله الدود والدود مات ونبت نبتات وأكلت البقرة أجلك ورجعت وتحول مئة مرة كيف يمكن أن يقوم الله الذي خلق الإنسان من العدم أول مرة لا يستطيع أن يأخذ زراته ويخلقه ويقيم ثانية بحسب عمل استطاعته لكن المهم سنكون معه وسنكون أيضا مثله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة